دخل قطبان كردستان الحزبان الرئيسيان في الإقليم الدموقراطي الكردستاني والاتحاد الوطن اجتماعا مهما بعد سلسلة اجتماعات وخلافات حادة أقب التمسك الاتحاد بمنصب رئاسة الجمهورية والتلويح بانفصال السليمانية وحلبشة وكرميان عن الإقليم إضافة إلى مقاطعة الاتحاد لجلسات مجلس الوزراء بالإقليم وعدم تسليم إيرادات المنافذ الحدودية في السليمانية وحلبشة هناك اجتماع بين المكتب السياسي للاتحاد الوطن الكردستاني برئاسة الأستاذ قضاء الطالباني وأيضا وفد مكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني في المكتب السياسي في السليمانية نراهن على أن يكون هناك تفاهم طبعا هناك أربع ملفات مهمة جدا تناقش اليوم الملف السياسي الاقتصادي الأمني وإدارة الإقليم وهذه كلها ستمهد إلى إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة أزمة ليست وليدة اليوم وهي تبحث عن مخرج لها خاصة فيما يتعلق بتعديل قانون الانتخابات في كردستان وتمويل رواتب الإقليم من الواردات النفطية التي كانت الصاعقة لشرارة الخلافات الحزب الديمقراطي من جانبه وضع آلية للحل تكون على أساس التوافق السياسي والإداري قبل أيام تم الاتفاق على أن الحزبين لا يضعوا علاقين أمامه رغبة أي حزب في تغيير مناصب سيادية سواء في البرلمان أو في الحكومة هناك محاولات لتحديد النقاط التي تعتبر نقطة خلافية أو أي طرف يعتبر نقطة يجب أن نتفاوض عليها حكومة أقليم كردستان التي ترأسها مسرور البارزاني بطبيعة تشكيلتها حكومة توافقية بين الديمقراطي والاتحاد وحركة التغيير وبقية الأحزاب الكردية الأخرى فالاتحاد الوطني يشغل خمسة وزارات إضافة إلى منصب نائب رئيس الوزراء لتبقى الأنظار شاخصة إلى ما ستقول له اجتماعات الحزبين في السليمانين خلافات سياسية ومولية وإدارية وانتخابات تضرب أركان البارتي واليكتي لتدور حولها اجتماعات مكثفة للوصول إلى تفاهمات مشتركة وتحريك المياه الراكدة التي امتدت لفترات طويلة بينهما مناربي البشيرة الحساب تناثر فلوجا